ممكن أن يكون هناك زيارة وقال هؤلاء الرجال أليست هذه خطوة في الطريق السليم؟ خطوة في الطريق السليم لو كانوا بالفعل يوفون بما يعيدون ولو كانوا بالفعل ما توعدوا أو ما عاهدوا عليه الشعب الجزائري من قبل بما فيهم الرئيس أو ما يسمى الرئيس لا وفهوا للأسف هؤلاء وبما فيهم الرئيس وعدوا واخلفوا وتمنوا وخانوا حدثوا وكذبوا هؤلاء اجتمعت فيهم كل هذه الأشياء والدليل على ذلك لو ترجع لخطابات رأس الدولة وتسمعوا من 92 إلى الآن تجد مثلا آخر ما كتب الرسالة التي كتبها قبل يومين أو ثلثيام يوم 19 مارس وتحدث فيها على فيها جملة من الاعترافات كثيرين نعتقد بأنه آه ممتاز الرئيس يعترف بعد 14 سنة يعترف لعله في العام الأخير طبعا اللي ما درتوش في 17 سنة ممكن ديره في 17 سنة لكن وأنا أسمع وقرأ في الرسالة وكأنها نسخة من رسالة من خطاب ألقاه الآن طبعا لا يستطيع أن يلقي لأنه الآن مريض جدا وتقريبا غايب طول الوقت فلذلك يقرر رسالة شعبه وهذه واحدة من البدع عن تاو هو أن الرئيس لا يخاطب شعبه يستطيع أن يلتقي مسؤولين فرنسيين من الدرجة السابعة أو السادسة ويخرج معهم ويتحدث إليهم ولكن لا يتحدث إلى شعبه ولا يخاطب شعبه وإنما يبعث المرسلين في 2008 في 26 جميلة 2008 ولذلك أنا دايما أتذكر بالأدلة والشواهد حتى لا نتهم من أننا نبالع هناك ألقى خطاب فيما سمي آنذاك لدي هنا الخطاب بما فيه التعليقات نتع الصحافة يومها 26 سبعة 2008 البوتفليقة يعترف لأول مرة بفصل سياسة الاستثمار وقال يومها أن ما يسمى بالمنتخابين وكان هذا الخطاب أمام 1541 رئيس بلدية ومجلس الشعبي كما يسمى ومجالس الولائية والولات وكذا وقال لهم أن الأمور ما ذهبت إلى الفشل ثم قال أن الطريق ولازلت أذكر هذه المقولة جدا الذي كنا نظنه أنه يوصلنا إلى الجنة لم يوصلنا إلى طريق وأن نوفنا أنفنا تكسر مع هذه الاستثمارات وأن هذو اللي جبناهم باش يستثمروا نهبونا وراحوا يقصد كثير من أصدقاءه من الخليش وكثير من أصدقاءه من فرنسا وكان اعتراف واضح إذن لو رجعنا لهذا الخطاب آنذاك كل التعليقات اللي خرجت في الصحافة الدولية والداخلية قالوا هذا خطاب مودع هذا الرجل يعني أنه لن يعدل دستور ولن يسعى إلى عهدة ثالثة هذا في 2008 في 2008 بعدها بثلاث أشهر ماذا فعل؟ قام بتعديل الدستور واختراق الدستور وتحديتهم أنا ذاك ذاك اليوم في ذاك الوقت مع بعض ممثلي هذا النظام وقلت لهم أن التعديل يأتي فقط من أجل فتح العهدات وأن مهما قلتم على ترقية المرأة وترقية الثورة وترقية من يشعر في الوحدة الأساس الإصلاحات كل كلام فارغ وأن الهدف هو فتح للعهدات إذن في الوقت اللي كل الناس كانت تنتظر منه أن يرحل بعد عهدة ثانية يعني بعد عشر سنين من السلطة أنا ذاك تقريباً تسع سنين ونص راح خادع وهذه هي المخادعة الحكم بالخداع الحكم بالمناورة بالكذب الناس ولذلك هو من الناس اللي استطاع أن يكذب وينخدع كل الناس لفترة معينة لكنك لن تستطيع أن تخدع كل الناس طول الوقت وهذا هو اللي حدث معه الآن الناس خلص شافت بأنها الأكاذيب ليس لها حدود الخداع ليس له حدود المناورات ليس له حدود من طرف هذه الجماعة الحاكمة وبالتالي تنتفذ والانتفاضات تتراكم الآن والضغط يتراكم الآن كثيرين مساكين ينتحرون مثلا نوع من الغضب لكنه غضب عدمي كثيرين يهربون كثيرين يهربون المخدرات كثيرين يهربون في البحار لكن هذا هو الموقف إذا عدت إلى عبد الملك سلال شخصي كان وزرا للري ثم الآن عين رئيسا للحكومة وقبل هذا أنت تعرف أنه كان رئيس اللجنة لجابة عبد العزبوت فلقف الانتخابات هناك من يقول لماذا سلال لم ينتبه لما يعانيه الجنوب وقد كان في يوم موالي هناك في عدة ولايات هناك في الجنوب بما في الأغواط كان والي في الأغواط في الثمانينات الآن يريد أن يعرف ما هي حاجيات الجنوب وغيرها ألم يكن هو والي هناك وأدرى بهذه الاحتياجات كلها يعني بعبارة أخرى هم يكررون المكرر ويجربون المجربة ماذا لو كانوا بالفعل يذهبون هناك أن الوالي يشتغل كوالي بالفعل ويذهب هناك كوالي صحيح لا هم يذهبون هناك أنت الرجل يتحدث عن المرميطة على الدومينو وألا أنت سمعته في خطاباته يعني أنا لا أقول شيئا من عندي هذا هو المستوى أنت حكام الجزائر الآن يعني تتذكر حتى في أيام بوميديان وانتقادنا لاستبداد وانتقاد لكن لم يكن هذا المستوى الدنيء وهذا المستوى الهزيل ممن يدعون أنهم حكام هذه البلاد هم يذهبون هناك كواليات لكن لا علاقة لهم بالشعب ولا علاقة لهم بالناس أنت تستطيع أن تلتقي في هذه البلاد تستطيع أن تلتقي رئيس الحكومة في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عقلية استعمارية عقلية بقاه الكولون الكولون كانوا أفضل على الأقل من ناحية أنه واضح قاءوا لي جاء استعمرنا بالقوة ذبحنا دمرنا مدينة لغواط اللي تنتفذ اليوم يعني هذه ذوريبت وبالمناسبة أول مرة استعملت كلمة هولوكوست استعملت لغواط لأنها من بين الأشياء اللي ذربت بها ذربت بسلاح كومياوي ذات الوقت يسمى الكلوروفول وقوة النص شعبها بما فيه ذبح الذكور بين قوسين فقط لا يعرفون لا تاريخ ولا واقع المنطقة ولا يعيشون مع الناس ولا يعيشون في أماكن بالفساد ولكن الحكومة الآن يعني عرفت هذه الرسالة ووصلتها يعني صارت بين يديها حتى في العاصمة عارفين وبدلوا الولات وأرسل الرئيس الحكومة رحل البشار يعني عبارة أخرى فيه بوعود فعلا لكن هما يعني شعروا أنه فيه خطر فعلا هناك خطر داهم آت من الجنوب فعلا الخطر الحقيقي اللي جاي هو أن الشعب الجزائري أخلاص قال لهم كفى لن أصدقهم أبدا إذا كان الناس في الجنوب شوف لما يوصل الجنوب لما يوصل الجزائري في الجنوب ينتفذ أعرف بالأمور بلغت حدا غير معقول الإنسان في الجنوب وزير الطاقة كميثالي وزير الطاقة ما أعرف هل تدرجه فيه ضمن الوعود أم لا قال لهم الجنوب لن تنقطع عنه الكهرباء في رمضان المقبل قال نفس الكلام نفس الكلام الوزير اللي كان قبله قالوا العام الماضي وزير الطاقة قبل عامين قال نفس الكلام نستطيع أن نجيب لك جريد ذكرت نفس الكلام على رئيس سوني القاز وعلى الوزير اللي كان وزير الطاقة وعلى أنه لا تنقطع عن الكهرباء هذا العام مش فقط انقطعت في الجنوب منقطعت في العاصمة ولكن جنوب انقطعت في قسنطينة וא�نقطعت في بسكرا وين درجة الحرارة 50 درجة وانقطعت في ورقلى وانقطعت في أماكن وين تصل درجة الحرارة 50 درجة في رمضان في رمضان تعرف كم مات عدد من الناس الكبار ومن الأطفال صغار ومن الأمراض الواد اليوم مدينة الواد مثلا والاية الواد فيها حالات من السرطان هل يعقل انه بعد خمسين سنة شرب وأن الإنسان يقضي أحيانا 10% من مدخوله لشراء الماء ويتم وضعه وتكديسه ولذلك ينتفذ الواد أيضا يوم 30 ينتفذ أحرار الواد ويكون معهم كل جزائريين أيضا وينتقلون لعدة مدر كما ينتقلون الآن اللغوات كيف تجيبني عن من يقول عن هؤلاء البطالين الذين الآن صاروا ينتقلون من تجمع إلى تجمع مسيرة إلى مسيرة من اعتصام إلى اعتصام يريدون مناصب شغل في شركات تشتغل في حقلية البترول والغاز وهم ليس لديهم لا تكوين ولا تأهيل كيف يطالبون بهذه المناصب والأولوية لمن لديه تأهيل أو تكوين هذه هي أكاذيب وإشاعات صحافة البقارة واحترامي للبقارة اللي يربوا البقارة لأنهم بالفعل يقدموا خدمة الجزائر لأن الجزائر للأسف واحدة من أكثر الدول لتشتري الحليف أيضا يعني 70% إلى 80% مما نحتاجه من آكل من دواء من شرب من لباس من نشتروه من الخارج في بلد مثل القارة في السبعينات والثمانينات كانت عندنا الصوني تاكس وكانت عندنا الصوني ليك وكانت عندنا وتذكر كنا نلبسوا هذه الأحذية ينتاحهم وكانت جميلة كانت تنتجها الجزائر وكانت عندنا إيني وكانت عندنا رويبة وكانت كسروا شركتين الشركات كلها وباعوها بالدنار الرمزي ونهبوها بالدنار الرمزي وما زالوا ينهبوا الآن في أملاك الدولة قالك بالدنار الرمزي صحيح بعض الأسر قد يستفيدوا لكن الأغلبي هم اللي راح ناخذوها راح ناخذوا شوقق في مثل محمد الخامس أو في أودان أو في بن مهيدي أو لتسوى 5 ملاير 10 ملاير راح ناخذوها بالدنار الرمزي هكذا نهب عندما يقولوا هذه صحفة البكارة صحفة الإشعاعات صحفة الكذب مثل ما قالوا أن فلان ذهب إلى طهر بالعباس ذهب إلى جنيب ورجل يملك جواز أنه كذا أنه كذا أنه الشمال حر الجنوب أي بدعة هذه قالوها هاهم اللي يحبوا يكسروا الوحدة الوطنية يبقى يا سيد محمد العربي أنه يحروا الجنوب الجزائري من كل مكان يبقى أنه في صحفة شرفاء في الجزائر طبعا لا 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 اسمح لي هنا بارك الله لا أنا قلت أنا استثنيت قلت صحفة البكارة أنا طبعا هناك هناك شرفاء في الجزائر في كل مكان في الإدارة في الصحافة في القضاء في الجيش في الشرطة في كل مكان وأنا دائما نؤكد على ذلك وركز ولولاهم ولولا هذه الصحافة الشرفاء اللي رأيهم يمروا أشياء ويمروا لما كثير معلومات ما وصلتش بل بالعكس أنا أتحدث على صحافة البكارة أعني ناس معينين وأعنيهم معينين ويعرفون أنفسهم طيب سنتحدث مشاهدنا الكثيران بأكثر تفاصيل حول زوانب أخرى تتعلق بهذه المليونية مليونية الغضب هكذا سموها التي ستنظم غدا في الأغوات ولكن بعد فاصل قصير موسيقى 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 رانا نعمل ورانا نعتاشم ومسيناتنا مستمرة واتصامنا مستمرة مواطنون مع وقف التنفيذ يأتيكم في الأوقات التالية نسلم عليكم نسلم على عمال مغاربية وربي خذلنا القناة بتاعكم قناة الحرة القناة تاهي وقت معنا اشتركوا في القناة نحن على هوا مباشرة تنفي برنامج الحدث المغاري بنفتحه الليلة ملف التنمية في جنوب الجزائر وسنتحدث بالتفصيل عن تجمع مدينة الأغواط الذي سينظم غدا بإذن الله والذي أطلقوا عليه اسم مليونية الغضب قبل هذا مشاهدنا الكرام نعود لسماع بعض ما ورد في شهادات من حضروا تجمع ورقلة في اليوم الرابع عشر من هذا الشهر نحن لسان حال ورقلة نختصره باش ما نطولوش لسان حال ورقلة عندما تطلب بحاجة هي في فايت الوطن كامل لأن جماعة ورقلة ما قالوش يخدمو غير ورقلة لأن ورقلة إذا تخدمت هي قطعة من الجزائر لأنه يكون يجي أجنابي واش يقول كي يأطوا الأجانب هنا واش رامي يقولون يقولون هذي ورقلة مدينة البيترول وهذي سبى الجمع الشعب الجزائر هذي كي يخدموا ورقلة ويدلوا فيها تنمية اقتصادية راه الحكاية في التل بحاصل كي الناس ما يش لاقيه واش تسكنوا كل كي يدير التل ميوجي عامل هنا يخدم ما قلنا لوش لسان حال شباب ورقلة قال ما تحقروناش ما قالوش الناس ما تخدمش مكان له الإعلام يبدأ يبث في فبركة الآن رانا في القرن الواحد وعين وعشرين عندما يكون إعلامي يدخل داسيسة انتع فتنة من وراه هو أجنداء من وراه بعض الإعلاميين هم من وراهم أجنداء وليس من الشباب لأنني أنا في العقل والمنطق يلوم الإعلامي عندما يخطي أما الشباب يقعد متهور لا يحسب له لأنه من العامة إذن هنا الحل كيف يكون الحل إذا تحل مشكلة الورق لا معناها تحل على مشكلة التراب الوطني لجميع البطاليين وجميع وتفتح المشكل أما إذا ما تحلش في الورق